قال الرئيس الصيني شي جين بن مساء الثلاثة ان الصين مستعدة لتوفير المساعدة للبرازيل في نطاق قدرتها لمكافحة فيروس كورونا الجديد والمساعدة في احتواء انتشار الفيروس عالميا ادلى شي بهذه التصريحات خلال محادثة هاتفية مع نظيره البرازيلي جايير بولسانارو واضاف شي ان الصين والبرازيل بوصفهما بلدين بينهما شراكة استراتيجية شاملة تحتاجان الى الحفاظ على التركيز الاستراتيجي ودعم بعضهما بشأن المصالح الاساسية والشواغل الرئيسية الخاصة بكل منهما والاشتراك في ارسال رسالة تضامن ايجابية الى المجتمع الدولي تفيد بان البلدين يخوضان معا المعركة ضد المرض من جانبه قال بولسانارو ان المرض ينتشر في البرازيل خلال الوقت الراهن معربا عن شكر الجانب البرازيلي للصين لتيسيرها شراء الامدادات الطبية اللازمة واضاف ان بلاده تأمل في تعزيز التبادلات مع الصين بشأن الوقاية من المرض والسيطرة عليه وبدل جهود مشتركة معها في مكافحة المرض واحتواء انتشاره في البرازيل باسرع وقت ممكن وخلال المحادثة الهاتفية مع نظيره القازاقي قاسم جومار توكايف مساء الثلاثاء قال الرئيس شيء ان الدعم المتبادل بين الصين وقازاكستان يعكس المستوى العالي والفريد للعلاقات الثنائية الامر الذي يضرب مثالا يحتذا به في التعاون الدولي ضد المرض وشدد شيء على ان الفيروسات لا تعترف بحدود وطنية وان الامراض لا تميز بين القوميات مضيفا انه في ظل تلك المعركة في مواجهة ازمة الصحة العامة العالمية الحالية ومن جانبه قال توكايف انه تحت القيادة الحكيمة للرئيس شيء حقق الشعب الصيني انجازات بارزة في الوقاية من المرض والسيطرة عليه ما جلب الثقة والامل للشعوب حول العالم كما اعرب عن استعداد قازاكستان لتعزيز التواصل والتعاون مع الصين في اطار الامم المتحدة ومنظمة شانجهاي للتعاون وفي اليوم ذاته اجرى الرئيس الصيني شي جين بن محادثة هاتفية مع نظيره البولندي اندري دودا اشار الرئيس شيء الى ان الصين تدعم بقوة حكومة بولندا وشعبها في مكافحة فيروس كورونا الجديد واكد على ان الصديق وقت الضيق مضيفا انه الى جانب دعم الصين لبولندا فانها عقدت ايضا مؤتمرا عبر الفيديو لخبراء الصحة من 17 دولة في وسط وشرقي اوروبا بما في ذلك بولندا لتبادل المعلومات والتدابير بشأن الوقاية من المرض والسيطرة عليه في الوقت المناسب من جانبه قال دودا ان الاجراءات السريعة والحاسمة والقوية التي اتخذتها الصين احتوت تفشي المرض بشكل فعال معربا عن اعجابه بالشعب الصيني والعاملين الطبيين الصينيين الذين شاركوا في الحرب ضد المرض وقال الرئيس البولندي ان الخبرة الصينية ذات الصلة جديرة بان تتعلم منها بولندا مضيفا ان بلاده تواجه الان التحدي الشديد للمرض وانها بحاجة ملحة الى الامدادات الطبية والوقائية واعرب عن شكر بلاده للصين على تقديمها الدعم القيم في الوقت المناسب اشتركوا في القناة